الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السلام عليكم ما حكم التصفير وما حكم رجل يصفر على لحن الأغاني أن يصفر الرجل على لحن أغنية يكون تصفيره على شكل أغنية ما حكم ذلك الحمد لله المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأسياء الحل والإباحة إلا ما ثبت الدليل بمنعه والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل والمنع حكم شرعي والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة إذا علم هذا فليعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في مسألة التصفير وحكمه على ثلاثة أقوال فمنهم من أفتى بالمنع والتحريم مطلقا مستدلين على ذلك بأن هذا التصفير إنما هو من أحوال أهل الجاهلية وقد ذم الله عز وجل في القرآن الكريم كفار قريس على هذا كما في قوله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والمكاء والتصدية من خصال الجاهلية فالصفير لا يجوز لأنه هو المكاء فإذا سألك أحد عن المكاء الوارد في الآية فقل إنه الصفير فلما ذكره الله عز وجل في معرض الذنب دل على تحريمه لأن المتقرر في قواعد الأصول عند الآئمة الفحول رحمهم الله تعالى أن ذكر الشيء في معرض الذنب يدل على تحريمه وبذلك أفتى جمع كبير من العلماء المعاصرين ومن أهل العلم من قال بأن التصفير مكروه مجرد كراها مجرد كراها وذكروا بأن الدليل السابق وهو ذنب الله عز وجل للمشركين بالتصفير وهو المكاء لا يقوى على تحريم التصفير إذا كان عادة من العادات ولم يقصد به أن يظهر طقص من طقوس التعبدات فالكفار من أهل الجاهلية إنما كانوا يفعلونه تعبُّدا لآلهتهم وأصنامهم فهو من جملة طقوس هالجاهلية الوثنية وأما من فعله هكذا كيفما اتفق من غير أن يقصد به تعبُّدا ولا تقرُّبا لله عز وجل فإن هذا أمر لا بأس به وإنما قصاراه أن يكون مكروها فقط ومن أهل العلم من قال بأن التصفير جائز واستدل أصحاب هذا القول بعدم ورود نص صحيح صريح يدل على تحريمه أو كراهته والمتقرر أن الأصل في العادات الحل والإباحة والمتقرر أن الأصل براءة الذمة إلا بدليل إلا بدليل ولكنني أقول إن أوسط الأقوال إن شاء الله هو أن يقال إن اتخذ التصفير تعبُّدا فهو محرَّم وهو الحال التي تُحمل عليها حال أهل الجاهلية لأن أصل في العبادات التوقيف على الأدلة فلا يجوز أن نُشرِّع عبادة قولية أو عملية إلا وعلى ذلك التشريع دليل من الشرع فإذا اتخذ الناس التصفير طقصا من طقوس تعبُّدات عندهم كتعبُّدات الأذكار أو غيرها فإن هذا من البدع المُحدثة في الدين المُخالفة لشريعة رب العالمين والداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والمُتقرِّر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد وأما إذا اتخذ عادة ولم يُتَّخذ عبادة فأقلُّ أحواله الكراهة من باب سد الذرائع التي تُفضي إلى المُحرَّم وقاعدة سد الذرائع أمرٌ معمولٌ به عند أغل العلم رحمهم الله تعالى فالمُتقرِّر عند العلماء أن كل وسيلةٍ تُفضي إلى الممنوع في عاجل الأمر أو آجله فالواجب منعُها وسدُّها ولأن التصفير من الأفعال المُخلَّة بالمروءة والمنقصة للرجولة فما رأيكم لو أننا رأينا رجلاً بشماغه وعقاله صار يُصفِّر بين الرجال فإن الرجال يزدرونه على هذا الفعل فهو فعلٌ لا يُفعلُ أمام أهل العقول والكمالات فهذا فعلٌ يُزري بالرجولة ويُجِب سُقوط المُروءة فأقلُّ أحواله أن يكون مكروهاً والله أعلم وترجمة نانسي قنقر مميز جزء فهو فعلاً مميز جزء فمحكم ولكن من فهم التطور حكما رأينا الرجال ويجرع شكراً ويجرع أمام أسلم ويجرع أمام أسلم